قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر انخرطت في جهود مدنية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لفتن إلى أن القصف الإسرائيلي المتكرر للجانب الفلسطيني من معبر رفح حال دون ذلك وأشار كذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اتفاقه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على تشغيل المعبر بشكل مستدام وبإشراف وتنصيق من الأمم المتحدة إن مصر منذ اللحظة الأولى انخرطت في جهود مدنية أناء الليل وأتراف النهار لتنصيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله وفي هذه الظروف الميدانية القاسية اتفقت مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام بإشراف وتنصيق كامل مع الأمم المتحدة ووكالة الأنرة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأن يتم توزيع المساعدات بإشراف الأمم المتحدة على السكان في قطاع غزة